السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة بسمام التعليمية نريدها اصدقائي هنكمل مع بعض يونيت سريب ده عندي بارتو 2 ان شاء الله هشرحه معاكم بطريقة سهلة وبسيطة علشان تقدروا تشرحه لأولادكم بكل سهولة ذاتي اصدقائي تابعوا معايا لحد نهاية الفيديو علشان تستفادوا ما سننسوش تعملوا لايك للفيديو ولو مش مش مشتركين في قناتي اشتركوا في قناتي وفعلوا زر الجرس على علامة الكل علشان نسوش تكم كل فيديو جديد انا بنزله لايك شايفين معايا اصدقائي ده عندي بارتو ده عندي الجزء التاني هنشوف مع بعض اهم الفوكابلري الموجودة عندي اول حاجة معايا كيك كيك يعني ترطة او كعكة يعني هنا عندي سيريال بار سيريال بار يعني قطعة من الحبوب الغذائية سيريال بار شوكليت براوني شوكليت براوني يعني كعكة شوكولاتة درايت فروت بار درايت فروت بار يعني قطعة من الفاكهة المجففة معايا كمان هنا بعض من التعريفات هنا عندي الكلمة وعندي تعريف الكلمة ايه؟ طيب اول حاجة معايا هايدريتت هايدريتت يعني بيقول لما الجسم بيكون عندي في كفايته من الماء او يعني مشبع بالماء دي هايدريتت يعني جاف لما اقول when your body doesn't get enough water يعني يعني لما جسمك ما يحصلش على كمية وفرة من الماء يعني جسمك بيكون جاف دا عندي اسمه ايه؟ دي هايدريتت يعني جاف طيب هنا عندي جاينس جاينس يعني المفاصل يعني بقول the parts of your body that move يعني الاجزاء اللي في جسمك اللي بتتحرك دي اسمها عندي ايه؟ المفاصل جاينس جاينس يعني المفاصل طيب عندي toxins اللي هي اسمهم things that you don't want in your body they can make you all بيقول يعني اشياء مش بتكون عاوزها في جسمك يعني احاجات يعني هي بتجعلك ايه؟ بتجعلك مريض يعني اشياء انت مش بتكون عاوزها في جسمك والاشياء دي بتجعلك مريض دي عندي اسمها سموم طيب هنا عندي كمان temperature temperature يعني درجة الحرارة how hot or cold you feel how hot or cold you feel تقول ان درجة الحرارة يعني هي شعورك بالحر او بالبرد sweat 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 يعني liquid يعني سائل that comes out of your skin when you are hot بيقول يعني السائل اللي بيخرج من جلدك عندما بتكون حار اللي هو عندي اسمه العرق العرق اللي بيفرزوا جسمنا لما بيكون عندي الجو حار اسمه sweat sweat humans humans اللي هو البشر soil تربة health سحة amount يعني مقدار او كمية better يعني افضل او احسن salt اللي هو الملح difficult صعب children الاطفال هنا children يعني اطفال دي جمع مفرد واحد اه لو هقول طفل واحد يعني هقول عندي child يعني طفل most of معظم drink يعني مشروب choice يعني اختيار serving مقدار الطعام يبقى عندي كلمة serving مقدار الطعام هنا عندي calories يعني سعرات حرارية sodium اللي هو sodium enough يعني كاف fruit juice fruit juice عصير الفواكه too much too much كثيرا جدا backgen backgen يعني تعبئة اللي هي عندي العبوة او التعبئة يعني percent يعني في الماء size حجم unhealthy يعني غير صحي L مريض L مريض right مناسب snack يعني وجبة خفيفة natural طبيعي gram اللي هو gram root جذر plant نبات litter litter pure نقي دي عندي اصدقائي كانت اهم الكلمات اللي موجودة عندي part two هنشوفوا ما بعد عندي اللي بعده عندي break down into يتحول الى break down into يتحول الى make up off اتكون made get dehydrated يعني يجف على بعض كده هذا يعنيها ايه يجف يبقى عندي get dehydrated يعني يجف طيب عندي كمان come out of come out of يخرج من for example يعني على سبيل المثال get a headache يعني يعني يصاب بالصداء من بعض من التعبيرات عندي بعض من الافعال هنا عندي decide يعني يقرر mix يعني يخلط measure يقيس taste يتزوق هنا عندي كمان mean يعني يعني او يقصد loss يعني يفقد او يقصد come يأتي see يرى choose يختار دي كمان معايا بعض من الافعال طيب بعد كده بيقول عندي read and learn يعني اقرأ وتعلم الجزئية دي موجودة عندي في التاب المدرسة here عندي اول حاجة ده نشافين بيقول يعني ايه الوجبات الخفيفة اللي بتفضلها او اي الوجبات الخفيفة تفضل عندي بتقول يعني انا احب قطع الحبوب الغذائية ان يعني الحبوب الغذائية يبقى انا بقول ايه وبعد كده بقول الحاجة اللي انا بفضلها او الحاجة اللي انا بحبها هي بتقول لها وانا ايضا ولكني وحب قطع الفاكهة المجففة ايضا هي بتحب ايه اللي هي القطع المجففة او الفاكهة يعني المجففة تعالي هنشوف ما بعد عندي اصدقائي اللي بعده قول ليه احنا بنحتاج للمية الدفع ده اصدقائي هنتعلم منه اهمية المية وازاي المية بنسبنا حاجة مهمة جدا في حياتنا وليه احنا بنحتاج للمية طيب احنا هنبدأ اول حاجة كده هنبدأ نقرأ الفقرة بالانجليش وبعد كده هنبدأ نشوف معناها ايه بالعربي اوكي بيقول هنا عندي يعني بيقول ان كل الكائنات الحية بتحتاج للمية الحيوانات والانسان بيشربوا الماء ويقول ان النباتات بتحصل عليها هنا عندي اصدقائي يعني اللي هي المية ان النباتات بتحصل على الماء من يعني من الطربة عن طريق عن طريق اللي هي الجزول طيب اللي بعد وعن من 중요 just بيشربوا من تحصل بيشربوا بيشربوا طريق ازفو من لحظت بيشربوا ان 報ر بيشربوا 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 and it breaks down into nutrients in our stomach where helps with this and it also helps carry the nutrients around the body in our blood fossil. هنا كلنا عارفين ان المية مفيدة لنا. لكن هنا بيقول ان انت عارف ايه اهمية المية لصحتنا. بيقول ان الدم بيشكل حوالي 82% منه مية. بيقول ان الدم بيحمل الاكسوجين والعناصر الغذائية لكل اجزاء الجسم. بيقول ان احنا كمان بنتناول الطعام. بيقول ان الطعام ده بتحول الى عناصر غذائية في المعدة. ويقول ان المية بتساعدنا على ذلك. ويقول كمان بالرغم من كده ان هي بتحمل العناصر الغذائية لكل اجزاء الجسم في الاوعية الدموية. تمام? ده كان بالنسبة عندي للفقرة دي. بعد عندي الفقرة اللي بعديها. يقول هنا عندي يعني اا دماغنا او مخينا يعني. او انت اف سفنة دائينك نفس الان. اف انت او انت احترام من دماغنا. او انت احترام من دماغنا. او انت احترام من دماغنا. او انت مشروع نفس الان and you don't have a lot of energy you can get a headache or find it difficult to drink when you are hydrated it means you are getting enough water it's good for you your bones and your body temperature اوكي هنشوف مع بعضها عندي الترجمة بتاعتها يقول ان دماغنا بيتكون من حوالي من 75% من المية بيقول لو انت بتشرب مية كفاية بيقول ان دماغنا او مخنا يعني هيعمل بشكل افضل ويقول لو انت ما بتشربش مية بشكل كافي بيقول عندي ان هيحصل لك ايه جفاف ويقول انك انت هتشعر بتاعب مش هيكون عندك طاقة كثيرة ويقول كمان انك انت هتشعر بالصداع وكمان هتكون عندك من الصعب انك انت تشرب يعني اعتفقد القدرة على الشرب وبيقول كمان بيقول كمان لما انت بتكون مشبع بالماء او يعني عنديك ما يكفيك من الماء او جسمك يعني فيه مية بيقول ان ده معناه انك انت عندك مية كفاية بيقول ده بيكون كويس جدا المفاصل بتاعتك وكمان عظامك وكمان درجة حرارة جسمك انا بيوضح اهمية عندي المية طيب هنا عندي بيقول وورا المية أيضا helps your body to get rid of toxins from your body and helps the other organs in your body to work well children should drink about 1.5 liters liters of water every day most of this should be pure water but we can also get water from other drinks such as milk tea and fruit juices and fruits and vegetables we should drink more water in hot weather because we lost water when we sweat بيقول هنا عندي ان المية أيضا بتساعت جسمك على التخلص من السموم اللي بتتكون منها وبتساعت كمان الاعضاء التانية اللي موجود في جسمك اللي موجودة يعني في جسمك ان هي تعمل بشكل جيد وبيقول ان الاطفال يجب ان هما يشربوا حوالي 1.5 liters من المية كل يوم معظمها يجب ان يكون بيور ورر يعني بيكون عندي مية نقية لكن بالرغم من كده احنا بنحصل على المية من مشروبات اخرى زي اللبن والشاي وكمان عصير الفاكهة بيقول من عصير الفواكه وكمان من الفواكه نفسها والخضروات يعني احنا بنحصل على المية من اكتر من حاجة يعني بنحصل عليها من خلال اللبن والشاي ومن عصير الفواكه والفواكه نفسها والخضروات وبيقولي ان احنا يجب علينا ان احنا نشرب مية كتيرة لان احنا بنفقد مية كتيرة عندما نعرق يعني لما احنا بنعرق احنا بنفقد مية كتيرا زي ما شفتم معايا كده اصدقائي ده كان بالنسبة عندي الجزئية دي شفنا من خلالها اهمية المية. وان المية عندي مهمة جدا لان هي بتخلص الجسم من السموم. شف ما بعد اصدقائي عندي اللي بعده. دي شافين معي هنا اصدقائي بيقول عندي ريدنج. دي عندي قطعة قراءة. دي موجودة في كتاب المدرسة بيجي سيرتيتون. ويقول يقول هنا ان ان احنا بننظر الى اللي هي الغلاف والتغلية يعني اللي بتكون على العبوة يعني الحاجات العبوة اللي بتكون عندي المنتج زمي شافين معي Burada ايه اللي Parrotona يعني اللي بتكون من برا او يعني الكيس يعني الحاجة اللي بتغلف او المنتج اللي احنا بنشتري. علشان نكتشف او علشان نعرف ايه اللي موجود في طعامنا. بيقول ان ده بساعدنا ان احنا نقرر ان ده الطعام ده صحي او طعام غير صحي. بيقول على سبيل المثال لو انت شفت شفت على المنتج ده او يعني على العبوة دي العبوة دي فيها او فيها يعني صغرات حرارية كتيرة ومفيهاش عندي بيتامينات كتيرة. يبقى انك انت تتخرر انك انت تاخد اختيار مختلف. احنا نقرر ان احنا نغير المنتج ده ونشوف منتج بديل يكون عندي فيه بيحتوي على فيتامينات اكتر من السعرات الحرارية. طيب هنا عندي بيقول معناها مقدار الطعام. هنا بيقول بيقول هنا ايه المقدار اللي انت بتتناوله في الوقت الواحد. مقدار ما تأكله في وقت واحد. طيب هنا عندي اللي هي السعرات الحرارية. ايه هي السعرات الحرارية? بيقول هنا عندي بيقول يعني هي كمية الطاقة اللي موجودة عندي في الطعام. طيب بعد كده معايا صوديوم. صوديوم ده اللي هو الصوديوم يعني بيقول يعني اللي هي بتكون عندي المعادل اللي احنا بنحتاجها منه. طيب بعد كده بيقول. لكن لا ينبغي علينا ان احنا نكتر منها. يعني الملح. الملح اللي بيكون عندي في الطعام هو ده عندي ايه? يعني بيكون صوديوم مختلط بايه? صلط باشياء تانية. بيقول لا ينبغي علينا ان احنا نتناول الطعام اللي بيكون فيه ملح اكتر. تمام? يبقى عندي اي منتج بيكون فيه ملح اكتر. احنا لا ينبغي علينا ان احنا نتناول الطعام ده. طيب هنا عندي يعني كافي يعني بيقول يعني الكمية الصحيحة. يعني كثير جدا يعني يعني اكثر من احتياجاتنا. percent يعني اللي هي النسبة اللي هي النسبة المقوية. when we see something يعني لما بنشوف شيء like 50% it means that this food gives us 50% or half of the amount of that vitamin or mineral that our bodies need every day. بيقول عندي النسبة المقوية لما بنشوف شيء. الشيء ده عندي 50% ده معناه ان الطعام اللي فيه 50% او النص يعني او نص الكمية اللي احنا بنحتاجها عندي من الفيتامينات والمعادن اللي موجودة في اجسامنا واللي بنحتاجها عندي كل يوم. هنا عندي جايب الحاجات او المعلومات اللي بتكون عندي على الابوة اللي منبرة في اي منتج احنا بنشتري. هنا جاتب عندي جايب عندي يعني مقدار الوجبة. جايبها عندي هنا بيقول عندي الطاقة بتاعتي فيها هنا عندي الدهون فات اللي هي الدهون للي هي الكربوهايدرات اللي هي الكربوهايدرات شغر اللي هو السكر وطبعا الحاجات دي كلها عندي بيتامينо وطبعا اللي هو الالياف لا هو البروتين وويتامين ذي وفايتامين دي يعني الحاجات دي كلها بتكون موجودة على المنتج اللي احنا بنكله. تمام? وطبعا ده بيختلف من النسبة دي بتختلف طبعا من منتج لمنتج. هنا عندي بدينا كده عندي اللي هي النصيحة. بيقول يعني في بيقول ان السكر بيكون موجود في الفاكهة. لذلك يعني المزاق بتاعه بيكون حلو. يعني السكر الطبيعي يعني السكر الطبيعي اللي بيكون في الفاكهة. ان السكر اللي بيكون عندي موجود في الفاكهة الطبيعية. ده بيكون افضل ليك من السكر اللي بيكون موجود في الكيك وفي الحلويات. تمام? ده عندي كان بالنسبة لدراسينا النهاردة. هنشوف ما بعد عندي الاسئلة ونبدأ نحلها مع بعض. هنا عندي ده الجزء الخاص بتكملة الكلمات. طبعا اولادنا بيعفظوا الكلمات وبيبدأوا ان هما يجاوبوا الحاجات دي. طبعا علشان وقت الفيديو احنا مش بنحل ها زي العادة. هنشوف ما بعد عندي اللي بعده. والحاجة مع بعض يعني اختر الاجابة الصحيحة. بيقول لو انت مشربتش مية كفاية. يبقى انت هيبقى عندك ايه? طبعا هيكون عندي ايه? يعني هيكون عندي جفاف. يبقى دي عندي الاختيار بتاعي. وطبعا زي ما شايفين يعني كتاب الباهر بيجيب عندي الاسئلة اللي بتكون موجودة في كتاب المدرسة. شايفين معايا? كل الاسئلة دي موجودة في كتاب المدرسة. طيب السؤال اللي بعده عندما ايه? هنا بيقول معناها معناها ان انت بتحصل على كمية مية وفيرة. يبقى هقول ايه? هقول عندما يكون ايه? يعني لما يكون انت مشبع بالماء. طيب بيقول المية يعني بيقول اني المية بالرغم من كده بتساعد جسمك على التخلص من ايه? هقول ان هي بتساعدنا على التخلص من اللي هي عندي السموم. فدي عندي الاجابة بتاعتي. يعني احنا بنفقد المية عندما ايه? يكون عندي سويت. لا ما بيكون على الانين. بيقول ان المية جيدة لجسمك. هقول هنا عندي ايه? يعني درجة حرارة الجسم. تمام? اللي بعده يعني انا احب احب عندي بيقول فروت بارز. احب ايه? يعني الفواكه المجففة. اي لايك شوكولت. يعني انا احب ايه? هقول عندي براوني. احب عندي شوكولت براوني. طيب اللي بعدها اي لايك سيريال. هقول سيريال ايه? سيريال بارز. اللي هي عندي قطع من الحبوب الغذائية. بيقول عندي is a that comes out of your skin. when you are hot. بيقول السائل اللي بيخرج من جسمنا عند العرق لما بيكون عندي حار. طبعا عندي مية? اللي هو العرق. وعايزيني اصدقائي نخلي بالنا بين كلمة عندي sweet وسويت. وهنا عندي جايب ميت. ميت دي لحمة. وسويت يعني العرق. وسويت دي الحلوة. ليه الحلويات يعني? طيب معي number ten. are things you don't want in your body. they can make you ill. بيقول اشياء مش بتكون عاوزها في جسمك وبتخلي جسمك موري. طبعا هي ايه? عندي اللي هي السموم. طيب بعد كده بيقول read and match يعني اقرأ وسل. number one hydrated اللي هي يعني مشبع. اختر عندي ايه? هقول. when your body gets enough water. يعني لما بيكون جسمك كافي من الماء. فدي هاختر عندي ايه? ب. يعني غير مشبع. when your body doesn't get enough. يعني جسمك لما يكون غير مشبع بالمية. فدي عندي c. temperature. درجة الحرارة. هقول how hot are cold you feel? بيقول يعني انك انت بتشعر بالجو لما بيكون حرار او بارد. فطبعا دي عندي درجة الحرارة. number four joint يعني اللي هي المفاصل. ما لها المفاصل? بيقول لعندي the part of your body that move. يعني اجزاء من جسمك بتخليك تتحرك او بتساعدك على الحركة. فدي عندي هقول ايه? ايه? تمام? دي عندي هقول دي. تمام? سوري. مش سريع اصدقائي. اوكي? طيب. بعد كده عندي بيقول rearrange يعني اعد ترتيب the following words يعني الكلمات القاتية. number one. هقول اول حاجة عندي which which snack is the number three your favorite. بعد كده هقول علامة الاستفاة. هقول which snack is your favorite? يعني ايه وكبتك المفضلة. طب هنا عندي هنا هقول اي ايه? like cereal bars. بقى كده هحط عندي ايه? نقطة. طب هنا هقول اي? I like. I like ايه? dried fruit bar. يعني انا احب بقطع ايه? الفواكه المجففة. اوكي? طيب هنشوف ما بعده عندي اللي بعده. هنا عندي بيقول read the following food backchains. than answer the questions. بيقول اقرأ على علبة الطعام الاتية. وجاوب على الاسئلة. نبسة فين معايا هو جايب عندي اكتر من نوع. هنا جايب كيك. وسيريال بار. وتشوكليت براوني. ودرايت فروت بار. هنا عندي كل واحدة وجايب عندي فيها ايه? سعرات حرارية. وفيها ايه طاقة? والياف? وسكر? وضهون? واملاح? وكل حاجة? وكل المعلومات عن المنتج ده. يعني اختر الاجابة الصحيحة. بيقول بيقول ايه هو? اللي بيكون عندي في الاكسر حاجة فيها شجر. اللي فيها سكر. طيب هنا عندي ده ما شايفين معايا? ده عندي هنا وهنا عندي وهنا عندي وهنا عندي وهنا عندي ايه? طيب هنا عندي اكتر حاجة ايه? اكتر حاجة عندي شوكليت براوني. يبقى هاختار ايه? هاختار شوكليت براوني هي اكتر حاجة فيها عندي شجر. فيها سكر. طيب بيقول بيقول القطع الفواكه المجففة اللي هي عندي درايت فوت. دي عندي بيقول فيها اد ايه كالوريس? فيها اد ايه صغرات حرارية? هنشوف ما بعد هنا عندي. فيها سكستي ايت. يبقى هاختار عندي ايه? هاختار هنا عندي سكستي ايت. بيقول ايه الوجبة اللي فيها اكتر حاجة دهون? هنشوف ما بعد عندي اكتر حاجة فيها دهون هي ايه? اكتر حاجة عندي فيها عندي فاتس. اللي هي ايه عندي? اللي هي شوكليت براونيز. يبقى هنا هكتب عندي شوكليت براوني. تمام? يبقى هكتب عندي دي نمبر سرين. واتشي سناك هزا بيقول ايه الوجبة اللي بتحتوي على اكتر حاجة في الملح? هنشوف ما بعد هنا عندي. هنا عندي وان هنا تو هنا تو هنا عندي وان. يبقى اكتر حاجة مين عندي الكيك? وايه كمان عندي شوكليت براوني? يبقى حكت الكيك and شوكليت براوني. تمام? طيب اللي بعد بيقول انظر واكتب جملة تحت كل صورة. اول حاجة هنا عندي هجايب ايه? كيك وشجر. هقول ايه? احنا هنا عندي كل واحد بيبدأ ان هما يعمل جملة من عنده. انا ممكن اقول ايه? ممكن اقول عندي the cake. يعني الكيك. ما له? هقول عندي has lots of sugar. يعني الكيك بيكون فيه سكر كتير. طيب هين? like chocolate brownie. هقول ايه? هقول عندي i. هحط بس عندي i. واقول i like chocolate brownie. يعني انا احب ايه? كاكة الشوكولاتة. اوكي? هنشف ما بعد عندي اللي بعده. هنا عندي بيقول يعني املأ الفراغات بيه. جايب عندي مجر. هنا عندي بيقول يعني بيقول كلمة الانطاقة اللي موجودة في التعار اللي هي السعرات الحرارية. نمبر تو. يعني احنا بنحصل على فيتامين سي. ايه? هقول يعني في الفكهة. فدي عندي هختار بيقول وي هنا عندي يعني بيقول الطاقة اللي في السعرات الحرارية. هقول يعني احنا بنقيس الطاقة اللي موجودة في السعرات الحرارية. اللي بعده يعني الكمية الصحيحة. اللي هي عندي ايه? فدي عندي فور. يعني المعادل اللي احنا بنحتاجها. ده عندي هقول صوديوم. فدي عندي نمبر فايف. وكده اصدقائي احنا خلصنا مع بعض النهار. يارب اكون اجرت افتكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. تانكس فور واتشن. جود باي.